وخلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية قال وزير الخارجية سامح شكري إن هناك إرادة سياسية قوية من أجل تدعيم العلاقات الثنائية بين مصر وتنزانيا من خلال التنصيق الوثيق بين البلدين وذلك للارتقاء بالعلاقة والعمل في الاتحاد الإفريقي وتحقيق مصالح القارة الإفريقية تزد كثيراً بألاقات التعاون التي تربط بيننا والتفاهم سيادتها تزور القاهرة لتحمل رسالة من فخامة رئيسة الجمهورية موجهة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأكيد وجود الإرادة السياسية القوية لتدعيم العلاقات الثنائية واستمرار التنصيق الوثيق بين البلدين للارتقاء بالعلاقة وأيضاً العمل في إطار الاتحاد الإفريقي لتحقيق مصالح القارة الإفريقية وأيضاً التنصيق في مواجهة التحديات التي يتواجه البلدين والقارة ولاستعراض آخر التطورات على الساحة الدولية